شيع السبت في المملكة العربية السعودية جثمان زعيم كتائب عبدالله عزام السعودي ماجد الماجد وذلك في العاصمة الرياض حيث ووريا في الثرى بين صلاة المغرب والعشاء وقد شارك عدد كبير من الأشخاص في دفنه وفق ما تظهر الصور المرفقة وفي المعلومات أن من بين المشاركين في تشيعه أقارب زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن نظراً لوجود صلة قرابة بين عائلتي الماجد وبن لادن هذا ووفق المعلومات الواردة أيضاً من المملكة العربية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تعهدت عشيرة الماجد بالثأر لمقتل ابنها لا سيما أن تسريبات وصلت إليهم في السعودية مفادها أن مؤامرة حصلت قتل بمجبها الماجد بعدما كان يتمثل للشفاء إشارة إلى أن السلطات اللبنانية ممثلة بمدعي عام التمييز بالإنابة القاد سمير حمود كانت قد أمرت بتسليم جثة الماجد إلى السفارة السعودية بناء على طلب ذويه بعدما أنجزت الإجراءات اللازمة